تدفقت حمام بركانية من جبل ميرابي أحد أكثر البراكين نشاطاً في إنديونيسيا وانتشرت سحابة كثيفة من الرماد في السماء وقالت هيئة الجيولوجيا المحلية يجب على السكان حماية أنفسهم من الرماد وقد تم تحذيرهم من تدفقات محتملة للحمام البركانية في المنطقة المحيطة بميرابي ولم يسمح للسكان بالاقتراب حتى مسافة خمس كيلومترات عن البركان بحسب الهيئة وأطلق ثوران البركان الذي انفجر في الصباح الباكر سحابة من الدخان امتدت لمسافة بلغت ثلاثة فاصل خمسة كيلومتر عن فوهة البركان وغطت القرى المحيطة بالرماد ويقع ميرابي قرب يوغيا كارتا العاصمة الثقافية لإندونيسيا في جزيرة جاوة وقد نشط بشكل كبير في الأشهر الأخيرة ورفعت السلطات مستوى التأهب في نهاية العام الماضي وتقع إندونيسيا على حزم النار في المحيط الهادئ وهو منطقة شاسعة معرضة لتصادم طبقات تكتونية ما يتسبب بزلازل متكررة ونشاط زلزالي قوي